اشتركوا في القناة لنا ولكم ولأحيائنا وأحيائكم وأماتنا وأماتكم طبعا بالنسبة للبث المباشر اللي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية وأخذنا استفتاء فيه فإن شاء الله حلقة البث المباشر راح تكون يوم السبت بتوقيت الأردن ساعة عشر مساء إن شاء الله تعالى نجرب أول حلقة نشوف الوضع كيف نشوف كيف المجريات طبعا فيه مفاجأة راح أعلن عنها في حلقة البث المباشر إن شاء الله طبعا مش قادر أسكت يعني مش قادر أأجل طبعا هو راح يكون فيه جهزت أنا شيء مفاجئ اللي هي الاتصالات مثل الإذاعة يعني بمعنى آخر إنه بإمكان المتابعين في البث المباشر مش بس تعليقات لا اللي بده يتصل كمان اتصال ونتلقى اتصاله ويطلع معنا على الهوى في البث المباشر ويتحاور نتحاور معاه ونسمع أجوبته أو كلماته أو حاب يلقي كلمة معينة أو يقدم كلمة معينة راح تكون برضو من ضمن الحلقة الحلقة راح تكون هي مدتها تقريب الساعة إذا أمكن يعني أنه الوضع الصحي يظل يعني مستقر من خلال الحلقة احنا منشوف ورح يكون من ضمنها سؤال وجواب ودردشة بكل أنواع الأمور اللي لها علاقة بالعلوم أو بالأوضاع وإن شاء الله أنه يعني بتكون حلقة مميزة بعديها منشوف من خلال الحلقة هاي التوجه العام للمتابعين بيكون في إيش بعدين منصير نخصص حلقات البث المباشر هي لتلبية الرغبات يعني منصير إما بنعمل استفتاء أنه حابين الحلقة تكون عن إيش ونعدلها مثلا ويكون الحوار مثلا أنه الحلقة بس عن موضوع كذا ويظل الحوار بس عن هذا الموضوع لما نتشعب إيش ولكن أنه الحلقة القادمة هي رح تكون حلقة دردة شي عامة وتعارف بيني وبينكم وبرضو رح تكون اللي هي موضوع الاتصالات اللي رح يكون قائم بإذن الله تعالى أعملنا تستعليه والحمد لله يعني إنجاز رائع جدا يعني أنه أنت تعمل زي الإذاعة تطلقى اتصال والاتصال يطلع الهوى والكل يشاهد ويشارك فيه إن شاء الله أنه الأمور بتكون مثل ما إحنا مرتبين لها بالضبط طبعا اليوم توقعاتنا هي ليوم الجمعة 15 تشرين الأول أكتوبر القمر رح يكون في منزلة أو هو الآن موعد بث الحلقة في منزلة سعد الأخبية وهي الحماية والضرر والضفر والعقد ورح يمكث القمر فيها لغاية الساعة 10 و50 دقيقة من صباح اليوم الجمعة اللي هو تقريبا بتوقيت الأردن الساعة 51 دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة وبما أن القمر والشمس سعيدات فهي أوقات جيدة وخصوصا من بعد صلاة الظهر أوقات جيدة للعبادة والدعاء والصلاة والتسبيح لأنه رح تيجي هي منزلة المقدم وفي نفس اللحظة القمر والشمس في حالة سعادة كاملة ورح يشكله زاوية تثليث فهذا يوم جيد للدعاء والصلاة وقراءة القرآن وتقرب لله بأي عمل أنت بتقوم فيه بما أن القمر موجود في برج الدلو فتأثيرات على جميع الأبراج رح تكون أنه من صفات برج الدلو نشعر أنه إحنا بحاجة ماسة للتغيير الريتين هو عدو هاي الوضعية ومنكون ودودين أكثر من إنشط إجتماعيا بنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا يبي يتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز إلكتروني أو أجهزة إلكترونية أو الاهتمام بالتلفاز يعني بكل الأجهزة الإلكترونية وتجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية يعني زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون فيه تمام الساعة 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 8 صباحا وبما إنه الساعة 8 صباحا يعني بتوقيت الأردن الساعة 11 تقريبا صباحا ولكن إنها نستمر كل الزوايا طيلة النهار بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين الشمس والمشتري وهاي راح تكون فيه تمام الساعة 11 و 45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وهي زاوية بطيئة راح تستمر معنا قرابة السبع أيام طبعا هاي زاوية بما إنه الساعة 11 و 45 دقيقة يعني الساعة 22 و 45 دقيقة بتوقيت الأردن هي أوجهة طبعا هي تأثيراتها إلها ثلاث أيام ولكن مستمرة سبع أيام قادمة هي بتدفع بحضوضنا بصورة عامة بشكل واضح وشكل قوي أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران إيجابية راح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون الساعة 12 و 28 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 3 ونص ظهرا عصرا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة اللي راح تتشكل هي زاوية تثليث إيجابية وهاي راح تكون بين القمر وبين الشمس يعني القمر صار محدب وهاي راح تكون في تمام الساعة 12 و 32 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن ساعة 3 ونص بتلوحل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا بالنسبة لاخلو المسار اللي راح يصير هو بعد هاي زاوية مباشرة يعني الساعة 3 ونص بتوقيت الأردن 12 ونص بتوقيت جرينيتش من ساعات الظهر ورح يستمر طبعا لصباح يوم السبت لساعة تقريبا 22 و 21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن الساعة 5 و 21 دقيقة صباحا لينتقل القمر بعدها لمرج الحوت بالنسبة لخلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم بكل المجالة فعشان هيك أي أمر كنا عقدين النية عليه قبل خلو المسار بنقدر نتممه في فترة خلو المسار يعني مثلا محددين أنه فترة زفاف إنه في ساعات المساء من مساء يوم الجمعة وهاي فترة خلو المسار إحنا محددين فبما أننا محددين فعقدين النية قبل خلو المسار على هذا الأمر فمنتمم الأمر كأنه ما فيه أي شيء بختلف ما فيه أي مشاكل عليه ولكن أننا نحدد وقت زفاف في فترة خلو المسار هي هاي اللي إحنا بنحكيه دائما لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وتشمل هاي جميع الأبراج دون استثناء طبعا بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد تسع أيام في تمام الساعة 12 و37 دقيقة ظهرا بصير القمر عشر أيام نسبة الإضاءة بتصير 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيدة بنسبة 30% القمر في الدلو حتى يوم 16 عشرة سعيد بنسبة 80% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 15% الزهراء في القاوس حتى يوم 5 11 سعيد بنسبة 30% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4 6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم رح تتركز الأمور على النشاط الاجتماعي اليوم رح تلتقوا الأصدقاء أو يكون فيه لقاء ما بينكم وبين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاول أنك اليوم تستغل هذا النهار أو تستغل هذا النهار لطلب المساعدة يعني إذا أنت بحاجة لمساعدة من أي شخص ما تتردد بطلب المساعدة وبرضو ما تتردد بتقديم المساعدة لأي شخص اليوم رح يكون فيه نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحي يعني بمعنى آخر بدك تستغل هذا اليوم لكل شيء بتعلق بالواجبات الاجتماعية وفي نفس اللحظة حاول تنجز كل الأعمال المهمة قبل يعني صباح يوم السبت لأنه القمر رح ينتقل للحوت يعني بيت متعبك فبدك تستغل اليوم هذا لإنجاز كل الأعمال المهمة برج الثور طبعا القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لأنه يعني لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم الفترة هاي فيها نوع من أنواع المفاجآت وبما أن القمر موجود في بيت السمعة فهذا بيحمل خيار يعني أمر من أمرين يا إما قمة الإيجابية يا قمة السلبية إذا كنت مستعد ونشط وحذر وبتستغل الفرص وبتخلفش القوانين وبتشوهش سمعتك معناته هاي فرص مهمة إليك ورح تكرم من خلالها ويكون يوم مميز إذا أنت أهملت وتقاعصت وابعدت عن عملك أو تغيبت عن عملك عملت مشاكل مع زملائك غامرت وجزفت معناته شوهت سمعتك وإنت الخسران خلال هذا اليوم يعني هيك هو هذا البيت ممكن اليوم برضو تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك لأنك تكون على قدر المسؤولية لأنه هاي فترة زي ما حكينا فيها نوع من أنواع صعوبة برج الجوزاء بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وممكن اليوم تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم الجو إجمالا يعني مختصر هذا الكلام هو مناسب لكل شيء ذكرنا مناسب للسفر وأوراق السفر ومعاملات السفر وإي شيء له علاقة بخارج البلاد مناسب للاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يجيك خبر من خارج البلاد يكون ممتاز أو يفرحك برضو مناسب للامتحانات والدراسة والمناقشات وحتى للي بيشتغلوا في مجالات الاستيراد والتصدير أو اللي عندهم قضايا قضائية اليوم ممكن تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء مميز ممكن نتعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة بنقدر نحكي على جميع الأصائد برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة القمر صار في البيت الثامن بيت الأموال المشتركة فعشان هيك اليوم بصير في فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن برضو بيكون في نوع من أنواع الحذر أو لازم تكون حذر من أي شراكة مالية جديدة لازم تدقق بالتفاصيل وبكل الأشياء اللي بتتضمن موضوع اللي أنت رح تتفق عليه إلو علاقة بالأموال ما بيناسبك اليوم إطالة الخلافات ولا الزعل اليوم بدك تحاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن تناقش موضوع بتعلق بإرث أو موضوع مالي بتقدر اليوم تركز في كثير من الأمور وتكون لصالحك عشان هيك الأجواء جيدة على المستوى الأموال المشتركة والعلاقة مع الشركاء ممكن بعضكم يطالب بقرض أو تسوي مالية أو يطالب بأموال لإله أو إله حق فيها ممكن اليوم يأخذ جواب عليها أو يحصلها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود مقابلهم تماما فعشان هيك اليوم بيكون مقسوم يعني لشقين الشق الأول هو إيجابي بترغبوا في تدعيم شركاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف تاني وممكن تعززوا علاقاتكم ما بينكم وبين الشركاء شركاء المال أو العاطفي ما بينكم وبين الأزواج أو يكون في مصالحات أو توطيد العلاقة ما بينك وبينهم أهم شي أنه أنت اليوم تحاول أنك تعمل إضاءة على الإيجابيات وتبعد عن السلبيات قد ما بتقدر ما بينفعك اليوم لا التوتر وهذا الشق الثاني ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال حاول أنك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة حاول أنك ما تتسرع باتخاذ القرارات لأنه زي ما حكينا الطاقة عندك بتكون ضعيفة وسهل جدا استفزازك فعشان هيك بدك تتماسك قدر الإمكان وتبعد عن الضغط بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا القمر انتقل الآن وصار في البيت السادس اللي إلو علاقة بالعمل وإلو علاقة بالصحة فعشان هيك بتجدوا أنه اليوم العمل ببدأ بالتراكم عندكم تدريجيا حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدك تنتبهوا لغذائكم تنتبهوا لراحتكم حاولوا أنكم ما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم بدك تكون أكثر تنظيما وتحاول أنك تحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي حاول أنك تأخذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن هاي أهم النقاط الإيجابية أو النقاط اللي بحاول أحذرك منها وإذا أنت التزمت فيها بتحصل مكاسب كثيرة اليوم ممكن توطد علاقتك ما بينك وبين زملائك في العمل وممكن اليوم تبدأ بعمل جديد أو تهتم بتقديم طلبات لعمل جديد وفيه منكو رح يهتم ببعض الأمور الصحية اللي بتتعلق فيه أو في أحد الأحبة برج الميزان طبعا القمر الآن موجود في البيت الخامس فعشان هيك موليد الميزان منجد أنه عندهم رغبة كبيرة في التقرب من أحبائهم وقضاء وقت ممتع معهم أي فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات اليوم بتقدر أنت المبادرة بأي أمر الظروف ملائمة جدا للمغازلة والمصالحة لا تكرار المحاولات وخصوصا في أمور كانت صعبة بالفترة الماضية أو كان ما في جواب عليها اليوم تقدر تحصل أجوبة على هاي الأمور اليوم برضو بتقدر أنت توطد العلاقة ما بينك وبين أحد الأبناء أو يصير في مصالحة ما بينكم وبالمقابل بتقدر اليوم تعيش أجواء جميلة جدا على مستوى ممارسة هواية أو تغيير جو تجميل واهتمام بالمظهر العام كلها هاي أمور ممتازة جدا لا إلك برج العقرب ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم لأن القمر موجود أساسا في بيت البيت يعني بيت العائلة فعشان هيك اليوم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة في مسألة ماه ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية اليوم ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات العائلية مثلا أو مشكلة معينة لقاء عائلية تكاتف في مناسبة معينة إلها علاقة بالبيت والعائلة في بعض كورح يهتم ببعض التصليحات أو الترتيبات أو يهتم بعطل منزل معين أو مثلا عنده أشغال منزلية حابب يتممها هاي كلها لازم تكون بنوع من أنواع السيطرة على الأعصاب بدون انفعلات وفي نفس اللحظة بدون ما تخلي حد يستفزك بدك تكون واضح ومرن وهادئ برج القوس اليوم مميز جدا لأن القمر صار في البيت الثالث لا إلك فعشان هيك اليوم رح تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار طبعا بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك بتنشطه اليوم في التنقلات والاتصالات والحوارات يعني اليوم رح يكون مميز بكثير من الأمور ممكن تناقش بوجهة نظر أو عندك موضوع معين حب تناقشه أو تطرحه اليوم رح تجد فيه آذان صاغية وقدرة عالية جدا عندك على الإقناع اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو بمجال التجارة ممكن اليوم يستغلوا هذا الموضوع لأعملية طرح الأفكار أو طرح السلعة هاي ويناقشوا فيها ويجدوا آذان صاغي في منك رح يهتم بمواضيع الهالاقة بالاتصالات والمواصلات يعني زي سيارة أجهزة إلكترونية تناقلات هاي الأمور رح يكون عليها اهتمام كبير برج الجديد ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي بما أن القمر موجود في بيت المال فاليوم نشاطات مالية ولكن الحذر أنه من أي خطوة مالية بتكن تنتبهوا على مالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالين وبرضو في نفس اللحظة ما في داعي يعني أنك تشتري أشياء أنت مش بحاجدها يعني بدك تكون حذر من شراء أشياء ثمينة بدك تدقق بتفاصيلها بكفالتها وغسالة اللاجئ أمور زي هيك وخصوصا تراجع وطارد فبطلب منك هذا الأمر أنك تدقق بكل التفاصيل ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل حاول أنك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفائل يعني بمعنى آخر بدك تستغل الفرص في فرص ممتازة بتفتح لك مجالات كبيرة ولكن يعني بدك شوي هيك تعرف كيف تستغلها برج الدلو بتبدو اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم اليوم المبادرة بخطوة جديدة هاي الخطوة ممكن تدعم من مركزكم الاجتماعي وعلاقاتكم هاي الفترة بتحمل انفراجات وتقدم ملموس بعد أيام يعني كانت متعبة جدا نالها نوع من أنواع الركود أو التأخير عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر الأجواء جيدة ودعملة إليك فحاول أنك تتحرك عشان تستغلها عشان تحقق من خلالها مكاسب تكون هاي المكاسب إليك يعني تعوض الأيام اللي ضغطت عليك أو الفترة اللي ضغطت عليك وكانت مش مناسبة في بعض الأشخاص رح يهتموا في أشخاص خارج البلاد أو اتصالات خارجية أو أمور إلها علاقة بالسفر برج الحود طبعا القمر موجود في بيت المتاعب في الدلو فاليوم الثاني على التوالي فيه تعب وفيه إرهاق فبتجدوا أنه التعب مسيطر عليكم فعشان هيك بتكون تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود وخصوصا أثناء تصريف أموركم وأثناء التعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو من التباس بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد يعني بمعنى آخر بدك تتمم هذا النهار بالأعمال الروتينية بس الأمور المطلوبة منك أو اللي هي واجب أنك تتممها هذا اليوم وحاول أنك ما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط بدك تنظم أمورك وضاعف مجهودك اليوم قدر الإمكان عشان يكون فيه نوع من أنواع المكاسب لا إلك الآن بما أنه القمر سعيد والشمس سعيد في مكانها فممكن تهتم ببعض الأمور المالية أو الأموال المشتركة وتهتم ببعض المسائل اللي ممكن أنك يعني إلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة أو حتى المستشفيات يعني ممكن تهتم فيها بشكل واضح بما أنه وصلنا لنهاية الحلقة فطبعا شكر زيادة عن الشكر الدائم للأشخاص اللي بحطوا اللايك وبحطوا الكومنت لأنه بالفترة الماضية شفت الأعداد كمان قاعدة بتزيد أكثر وأكثر وهذا شيء بسعدني لأنه بحس أنه في نوع من أنواع التقدير لهذه الأمور وبشكر الأشخاص اللي بشاركوا الحلقة مع أصدقائهم أو مع معارفهم أو على مواقع التواصل وهذا شيء لاحظنا أنه في فرق بعدد المتابعات أو عدد المشاهدات وفي حضور كثير وناس انضمت للقناة الجديدة بيتمنى أني أكون عند حسن الظن للجميع وإن شاء الله أنه القادم أحلى طبعا الشكر المضاعف هو للأشخاص اللي انتسبوا للقناة أو المنتسبين للقناة أو اللي رح ينتسبوا للقناة وبرضو للأشخاص اللي بيدعموا القناة لكل ما إجاني دعم شوي يعني منطور ومنتحرك أكثر على تحسين القناة بتسارع كبير عشان نستغل الوقت وخصوصا أنه الفترة القادمة لازم يكون في نوع من أنواع التغيير إن شاء الله إن شاء الله تعالى طبعا في كل شيء فعشان هيك هذا الدعم قاعد بساعدني أكثر بإني كل يوم قاعد بفكر بإشي جديد أو بعمل على تطوير إشي جديد على قدر الإمكانيات يعني ما بدي أقول والله بدنا نعمل تلفزيون لا هيا احنا قاعدين بنعمل بأقل أقل مما تتخيلوا يعني تكلفت هذه الأشياء اللي أنا قاعد بعملها بتكلف بسيطة بمعدات بسيطة ولكن إن شاء الله أنها بتحقق نتائج كبيرة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء يا رضى الله وحفظه للعناء اشتركوا في القناة